وجه محافظ صلاح الدين دارة هيئة استثمار المحافظة لتحجيد طاقاتهم وتنظيم العمل بما يرتقي والمهام الجديدة التي تتطلبها مرحلة دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية للعمل في المحافظة وجدد دعمه لجهود الهيئة خلال زيارته لمقرها ولقائه مديرها العام وملاكها مبينا أهمية عدم الأنصيع للضغوطات استمع لشرح مفصل قدمه المدير العام عن طبيعة العمل والإجراءات المتخذة لتصحيح مساراته بما يعيد الثقة بين هذه المؤسسة الحيوية والمستثمرين